أنت من خوف المرض في مرض ومن خوف الفقر في فقر وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها أنت من خوف التهديد في مرض من خوف شبح الحصار الاقتصادي في مرض من خوف شبح الاشتياح في مرض كل أمراض الإنسان الآن يتحمل من الضغوط ما لا يحتمله إنسان في عصور سابقة لذلك ما في حل إلا أن ترى أن أمرك بيد الله وأن الذي خلقك لن يسلمك إلى أحد غيره إليه يرجع الأمر كله فاعبده ما لم توقن أن أمرك وسلامتك وأهلك وأولادك ورزقك وصحتك بيد الله أنك إذا كنت مع الله كان الله معك وإذا عبدت الله أنشأ الله لك حقا عليه أن لا يعذبك